السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم معاكم دكتور محمد شلطوت في فيديو جديد من سلسلة نصيحة على سعور مع شلطوت نصيحنا النهاردة التسويف وقتك طبعا بيضيق بسبب التسويف والتسويف ده بيحسن وانت عندك مشاغل كتيرة لكن مش قادر تواجهها أو تخلص منها فبتختار المتعة اللحظية والإنجاز الوائمي بدل من إنجاز حقيقي ملموس التسويف مرتبط بمشاعر توطر أو خوف أو حتى ملل فبتقدر تأجل شغلك والمهام اللي وراك بحسن عن المتعة اللحظية لكن بعد مدة هتلاقي نفسك مضغوط أكتر وأكتب وتتمنى إنك تكون بدأ بادري ومبتضيع عشو وقت وعلشان تتخلص من التسويف لازم تبعد عن الأفكار السلبية وتتأكد إنك هتقدر تنجز وتخلص الموراك في وقت وليل ابعد عن المشاكتات وطبعا أكثر المشاكتات السوشال ميديا والموبايل اللي هتلهيك وهتضيع وقت كتير منك بإنجاز أقل حدد مهامك اليومية في بداية كل يوم أو قبلها بيوم قبلها بليلة وكافئ نفسك لما تنجز كل اللي انت حددته لكن روعي إنك ما تحطش مهام أكبر من قدريتك وأكثر من الوقت اللي انت حددته وقت لنفسك تفصل فيه حاول تفصل دماجك عن الشغل وتستمتع وتعمل حاجة بتحبها لأن كل ده بيفرق معاك في إنجاز تاني يوم عندك ما يبقاش كل يومك شغل ما يبقاش كل يومك أنت عايز تنجز فيه لازم تفصل لماذك شوية سيطر على يومك قبل ما يسيطر عليك وابدأ دلوقتي وما تأجلش دمتم بخير دائمين على الطاعة والسعية ومدامكم كريم بقرأ أخذنا بيك وليكم نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته